بعض النصائح الاساسية قبل زيارة لندن يجب ان يعرفها المسافرون لا تقف على الجانب الايسر من سيكلاتر هذا يشير على الارجح الى السلالم المتحركة حيث في لندن من المعتاد الوقوف على الجانب الايمن للسماح للاشخاص المستعجلين بالمشي صعودا او نزولا على الجانب الايسر هذه اداب شائعة في العديد من الاماكن التي تحتوي على سلالم متحركة بما في ذلك الانفاق في لندن لا تأخذ هاتفك في كل مكان هذه نصيحة امان عامة تنطبق في العديد من المناطق الحضرية المزدحمة كون واعيا لمحيطك وحافظ على امان ممتلكاتك يمكن ان يساعد في منع السرقة او السرقة لا ترتدي الملحقات والساعات الثمينة بينما لندن عادة مدينة امنة دائما ما يكون من الجيد ان تكون حذرا وتتجنب لفت الانتباه بشكل غير ضروري الى الاشياء القيمة حيث يمكن ان يجعلك ذلك هدفا للسرقة يمكن ان تساعد ارتداء الاكسسوارات المتواضعة في الاندماج وتقليل خطر ان تصبح هدفا للسرقة يمكن ان يكون الطقس غير متوقع لذا من الحكمة ان تكون مستعدا للمطر في اي وقت من السنة انها فكرة جيدة ان تحضر طبقات وملابس مقاومة للماء خاصة اذا كنت تخطط لاستكشاف المعالم السياحية في الهواء الطلق او التجول في المدينة في لندن ليس شائعا استخدام الدولارات الامريكية او اليورو للمعاملات من الافضل استخدام الجنيه البريطاني جي بي بي بينما قد تقبل بعض الشركات العملة الاجنبية قد تكون اسعار الصرف غير مواتية النقل العام فعلا الاضطرابات العرضية للنقل العام بسبب الاضطرابات التأخيرات او التعليقات هي جزء من الحياة في لندن يجب على الزوار ان يكونوا مستعدين لامكانية الاضطرابات ويخططون وفقا لذلك بالسماح بالوقت الاضافي للسفر او البحث عن طرق بديلة اذا لازم الامر المستشفى الطوارئ زيارة المستشفى الطارئ في لندن قد تؤدي احيانا الى فترات انتظار طويلة خاصة خلال الذروة او عندما يكون هناك عدد كبير من المرضى بينما يهدف نظام الرعاية الصحية الى ترتيب الحالات العاجلة من المهم ان تكون مستعدا للتأخير المحتمل اذا امكن فكر في الخيارات البديلة للاحتياجات الطبية غير العاجلة مثل زيارة العيادات المتخصصة او تحديد موعد مع الطبيب العام للاصابات الطفيفة